زهرائيون نحن والهوى زهرائي الزيارة الجامعة الكبيرة الدستور الشيعي المقدس حتى لو أردت أن أغمض عيني عن كل ما تقدم ما تقدم ذكره في الحلقة الماضية وما تقدم ذكره في هذه الحلقة من بدايتها إلى هذه اللحظة لو أردت أن أغمض عيني عن كل تلك الحقائق فماذا أصنع مع الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها تصدع ما بين أذني بإمامة فاطمة في كل طبقات الوجود وبإمامتها في هذا العالم الحسي بكل مراتب الإمامة بكل أنحائها وأشكالها مرور سريع أنا لا أستطيع أن أطيل الوقوف كثيراً فقد طال البرنامج وطالت هذه الحلقة مرور سريع ولكنكم يمكنكم أن تتبعوا نفس الأسلوب مع سائر المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة أنا أعطيكم أمثلة نماذج مما جاء في هذه الزيارة أول ما تبدأ الزيارة الزيارة في البداية الزائر يوجه السلام إلى الجهة التي يسلم عليها أول ما تبدأ ماذا تقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة فاطمة موجودة في هذا المصطلح أو لا الذي يقول إن فاطمة ليست موجودة لعنة الله عليه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة فمن هم أهل بيت النبوة إذا لم تكن فاطمة في أول القائمة فمن هم أهل بيت النبوة هذه أول عبارة يعني أنت الآن توجه سلامك إلى الجهة التي تريد أن تزورها السلام عليكم يا أهل بيت النبوة فاطمة في البداية أنت حتى إذا أردت أن تزور إماما واحدا من الأئمة فحين تقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ستكون أمه فاطمة حاضرة هنا أي إمام من الأئمة تزوره يا أهل بيت النبوة لا يكون شخصا مفردا واحدا فحين تقول تنوي زيارة الإمام الصادق وتسلم على الإمام الصادق بهذه الزيارة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة زهراء داخله زهراء أمه وصادقه هنا هو عنوان أهل بيت النبوة لكن هذا البيت لا يكون بيتا من دون الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ثم ماذا وموضع الرسالة تعالوا معي إلى حديث الكساء الشريف حين سأل جبرايل سأل الله يا ربي ومن تحت الكساء ماذا قال الله في التعريف بعد أن قال الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء جبرايل ماذا قال يا ربي ومن تحت الكساء فماذا قال الله فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ماذا تقول الزيارة هنا السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة الموضع هو المعدن فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الله يعرفهم هنا من هم هؤلاء أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة فاطمة في بداية القائمة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها الله هو الذي يشرح الزيارة الجامعة لست أنا هذا شرح من الله الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وشرح هذه العبارة وشرح هذه العبارة قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هل هناك من شرح أفضل من شرح الله لزيارة الجامعة الزيارة الجامعة هكذا تقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة جبرائيل يسأل الله أن يشرح له الله شرح هذه العبارة قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هل هناك شرح أفضل من شرح الله لزيارة هل هناك شرح أفضل من شرح الله للزيارة الجامعة الكبيرة الله هو يشرحها لنا هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها بقية الأوصاف تنطبق على فاطمة كل الأوصاف وقادة الأمم وساسة العباد هذه الأوصاف تنطبق على فاطمة وسلالة النبيين أول ما ينطبق هذا العنوان على فاطمة هي السلالة الحقيقية من محمد وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيارة رب العالمين العنوان الأول للصفوة والعترة فاطمة وبقية التفاصيل تنطبق على فاطمة ومن هنا حين يأتي الكلام وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون هذه الأوصاف تنطبق على فاطمة غاية الأمر أن فاطمة لم تفصح عن إمامتها في الواقع اليوم لعدم الحاجة إلى ذلك لم تفصح بتصرف معين باعتبار أن رسول الله موجود أمير المؤمنين في زمان رسول الله لم يفصح عن إمامته لكنه كان إماما والزهراء كذلك وآكذا بقية الأئمة هذه الزيارة الزيارة الجامعة الكبيرة جاءتنا من إمامنا الهادي فلو كنا نزور بها الإمام العسكري في ذلك الوقت نكون مخطئين هو إمام من الأئمة كان الإمام العسكري الحسن المطهر والد إمام زماننا كان موجودا في زمان أبيه لكنه لم يصرح فعليا بإمامته عدم التصريح وعدم التفعيل في الواقع اليومي في الواقع العادي هل يلغي الحقائق تبقى الحقائق تحمل قيمتها في نفسها حين نقول وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا الوصف أليس ينطبق على فاطمة بشكل أوضح خصوصا وهي سيدة ساحة الحساب وهي صاحبة الشفاعة بل هي التي تعطي ولاية الشفاعة حتى لشيعتها تقول لهم اذهبوا وتشفعوا في شيعتكم في شيعة شيعتها هي تتشفع في شيعتها وتقول لشيعتها تعطي لشيعتها الولاية في الشفاعة في شيعتهم وليس في شيعة فاطمة هي تريد أن تعلي من شأن شيعتها فتجعل شيعتها شفعاء في شيعتهم فشفاعتها لشيعتها ولشيعة شيعتها وينادي المنادي أين شيعة شيعة فاطمة هي صاحبة الحساب هي السيدة الأولى وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم ما هذا الخطاب هو متوجه للجميع هذا الخطاب من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله هذا الخطاب أليس بالدرجة الأولى يتوجه لفاطمة وبعد ذلك يتوجه لأولادها بسبب هذا العنوان الكبير يرضى الله لرضى فاطمة ويغضب لغضبها لماذا لأنها هي القيمة هذا العنوان وضعه رسول الله لأنها هي القيمة وذلك دين القيمة حين نقرأ هذا المقطع فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد هذه المقاطع التي تتحدث عن عظمة معرفة فاطمة وعن عظمة مقامات آل محمد وأن جزءا من شأنهم سينكشف لهذه المراتب من المخلوقات حتى لا يبقى ملك مقرب ولا 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 إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم فاطمة فطمة الخلائق عن معرفتها هذه المعاني هذه المعاني لا تتجلى بنحو واضح جدا إلا في فاطمة وبعد فاطمة تتجلى في أولادها حين نقرأ هنا في نفس الزيارة وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت الجبت والطاغوت بالدرجة الأولى أعداء فاطمة فالبراءة تكون لفاطمة نحن نتبرأ منهم بين يدي فاطمة وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم من المصاديق الواضحة والتي تتبادر إلى الأذهان إرث رسول الله لا أتحدث عن فدك فدك ما هي بإرث إرث رسول الله بيته إرث رسول الله ما له من أموال والتي اغتصبت وأعطيت لغير آل رسول الله فضلاً عن الإمامة والخلافة وسائر التفاصيل الأخرى لكن من العناوين الأولى فاطمة هي التي غصبوا إرث أبيها منها والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم لو لم يكونوا شاكين في فاطمة هل طالبوها بالأدلة وهل قذفوها قذفوها على منابرهم إمامنا صادق يقول حين نقرأ في هذه الزيارة وذل كل شيء لكم أليس هذا المعنى ينطبق على فاطمة وقبل قليل قرأنا في الروايات إن طاعتها مفروضة على الجميع وذل كل شيء لكم حين نقول كلامكم نور هذا المعنى ينطبق على فاطمة أو لا إذا انطبقت هذه العبارة إذا بقية الخطابات متوجهة لفاطمة هذه العبارة كلامكم نور كلام فاطمة نور أو ليس بنور إذا انطبقت هذه العبارة الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة على فاطمة بقية العبائر كلها ستنطبق على فاطمة وحينئذ الزيارة الجامعة الكبيرة كل حرف فيها وكل كلمة وكل جملة وكل سطر فيها يدل على إمامة فاطمة وبكل مراتب الإمامة في التكوين والتشريع في الآخرة وفي الدنيا في الرجال وفي النساء وفي كل مكان الزيارة الجامعة الكبيرة واضحة جدا وصريحة جدا من أولها إلى آخرها في إمامة الصديقة الكبرى وبكل مراتب الإمامة زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي ترجمة نانسي قنقر